مرحبا برج الجدي اهلا فيك في قراءتك العمل الشمس اتضحت عندك الامور بينك وبين نفسك صرت عارف خلا شو ما هي الطاقة اللي طالع منها هذا الكرت سقط كرت الفول المشاغب المخاطر اللي مستعد يقفز من اعلى التلة هذه ايضا الكرت رقم صفر البدايات الجديدة ولكن اشوفه هني طريقة التصرف بلا هدف او التصرف اللي عفوي بزيادة تتصرف بدون ما تحسب حساب خصوصا لما يكونوا الاشخاص اللي انت قاعد تتعامل معاهم جدا حساسين وجدا صارمين يحسبون لكل خطوة حساب انت تتصرف شوية بعشوائية ولكن الحمد لله انت خارج من هذه الطاقة ما هي طاقة المستقبل طاقة المستقبل ثلاثة السيوف طاقة اللي راح تحتاجه اربعة الاخصان اهني انكشفتلك امور نعم يا برج الجديد ولكن محتاج مش دائما نقول النية مش دائما تكون مقام العمل عند الله هي في مقام العمل ولكن عند البشر حسابك معاهم يختلف كأنما اهني انت نويت انت تسوي شي نيتك كانت خير ونيتك طيبة في مجال العمل في مشروعك ولكن اشوف كأنما هني الاخرين سيفسرونها تفسير خاطئ فكون حذر لازم انت تكون واثق وانت ضع خطواتك وكل خطوة شون السبب وراها وراح تأثر على من عشان ايضا ما حد يقدر يتصيد عليك اي اخطاء النتيجة ملك الاكواب شخص عارف نفسه واثق طبعا الملك هي طاقة نبوج لما تصل الى مستوى الملك معناته انك متأكد وواثق وايضا تكشف النواية بهاي الطاقة رح تستطيع انك خلال هذا الشهر تكشف نواية الاشخاص اللي حولك خصوصا في مجال العمل ومجال التجارة رح اوضح الحين الكرتات عشان تكتمل عدنا القراءة الشمس الخماس الصغير اما انه ستأتيك اخبار انزين اشوف هني اوضاعك المالية في تحسن مستمر وان كان بطيء مش سريع ولكن وجود اربع الاخصان هني يقولك ان هذا التحسن او النمو يعتمد عليه افضل من ان تقوم بخطوات كبيرة ماديا او حتى في الحياة العملية وبعدين انت ما تقدر نفسك تتأقلم لا تنسى عندنا ملك الاكواب طاقة التأقلم فهذه هي الرسالة لك نعم خطواتك الصغيرة ولكن الثابتة هي الطريق الصحيح لك خلال هذا الشهر حتى ان كان في الدراسة اذا ما شفت مثلا معدلك ونتائجك قاعدة ترتفع بشكل سريع هذا ليس مؤشر سلبي بالعكس مؤشر جدا ايجابي ويعتمد عليه ما هو الا البداية عزيزي لتحقيق الاساس او النتيجة اللي تطمح فيها من اجل نفسك خلنا نوضح كرت المشاغب او الاحمق لما اقول احمق معناته هذا الشخص مستعد ان يقفز من اعلى التلة معناته اشوف ان طاقته شوي سلبية لما اقول انه مشاغب او مخاطر معناته اشوف الجانب الايجابي من الكرت هذا تمبرانس بالضبط لازم توازن ما بين القلب والعقل لازم توازن قراراتك تصرفاتك اهني يقول لك فكر قبل ما تتكلم فكر قبل ما تتصرف وان كانت نياتك طيبة في المقتلك يا برج الجدي في اخرين كأنما يتصيدون عليك الزلة او سيسيئون تفسير تصرفاتك في الفترة القادمة احتمال هني اشوف ايضا عندك حسد يحسدونك برج الجدي هو من الابراج اللي دائما يكون متوجه نحو تحقيق الاستقرار المادي لنفسه وللاشخاص اللي يحبهم في هذا الكرت قاعدة اشوف الاشخاص اللي يحبهم انت تصرف بدافع من اجل ان تحقيق لهم هاي الرخاء المادي انزين فهني يقول لك او حتى تبهر مثلا لو كان دراسة معناته تريد ان تبهر او ترضي عنك الاهل والعائلة اهني وازن قراراتك خلا نشوف من هؤلاء الاشخاص اللي يتصيدون عليك او يحاولون هم في حقيقة نفسهم يحسدونك او كي ممكن اشخاص يكونون عندنا هني برج القوس الابراج النارية واضحة طاقتهم كرتين نخصون برج الاسد عندنا هني برج القوس ممكن ايضا نكون حمل ممكن ايضا نكتتعامل مع برج هوائي هني او كي خلا نوضح اربعة الاخصانة شفت هذا الشخص كيف يروض الاسد اشوفهم هني اشخاص يريدون ان يفرضون سيطرتهم عليك يملكون عليك شيء تكون ان دائما محتاج لهم بسبب ان مسكوا عليك شيء في محيط العمل يتصرفون ان اهم قاعدين يساعدونك ولكن يدخلونك في متاهة يدخلونك في مشكلة عشان اهم يطلعونك منها لو كان مثلا في محيط الدراسة هؤلاء الاشخاص يعطونك الاجوبة او يهمونك باجوبة خاطئة عشان بعدين تريد تحتاج لهم يدخلونك في نوع من الدوامة يريدونك دائما ان تكون محتاج لهم احنا نعرف برج الجدي من الابراج الاكثر الاستقلالية اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم هم لا يعتمدون على الاخرين انزيل نوضح اربع الاخصان عشرة السيوف كأنما هذا الكرت قاعد يقولي ان انت منتبه في محيطك العملي حتى اذا كان عندك مثلا بزنس انت مريت بالكثير من الصدمات الخبرات التجارب انت هالوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي انت جدا واعي وان كنت تتصرف بشكل عفوي لكن انت جدا واعي عندك الخبرة اللي تحتاجها ملكة الحكمة التجارب المؤلمة هنيئة هي اللي خلتك تصل او ستصل الى مستوى ملك الاكواب طاقة الملك ليست بالشيء الهيين ليست بالشيء الهيين ليش؟ خصوصا هني لما يكون الملك ذكي عاطفيا الماء ايضا يرمز الى الذكاء العاطفي لما يكون فيه اشخاص اعرف ان يضمرون لي شرا ولكن استطيع ان اتعامل معهم لان هذا هو الشيء ذكي استطيع اتعامل معهم على اساس اني ما اعرف نيتهم اتجاهل نعم يا برد الجديد التجاهل هو الحل الافضل لك من اجل ان تأمن شرهم وفي نفس الوقت تتحقق لنفسك هذا النمو اشوفوا هني جدا جميل نمو مادي ولكن جدا ثابت بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوي هاي النوع من التطورات المادية اللي رح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقبع تكون صغيرة ولكن ثابتة نوضح اخر كرت ملك الاكواب عشرة الاخصان كلها نهايات كلها نهايات عشرة الاخصان معناتهم راح هني شوف مو قلت لك اني راح تكشف نواياهم لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل في وضع عندك مادي قاعد تلوم نفسك لان التطورات فيه ليست كما يجب هذا في الماضي ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة تكتشف هني الحقيقة ايضا الشمس تكتشف الاشخاص على حقيقتهم تعرف فهني راح تطلع والحمد الله من طاقة اللي تلوم نفسك برج الجدي كثير التفكير لما فيه شخص يزعل منه او هو يزعل من شخص الظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر ما يتوقف عن التفكير وهو يسمونه دائما البرج الترابي اللي يتصرف كبرج هوائي طاقة العقل وهذه طبيعتك دائما انت اللي تحمل المسئوليات ويعتمد عليك ولكن في الفترة القادمة ستتحرر او على الاقل ستتوقف عن ان تلوم نفسك لانها ما قدر هنا احسك ستدرك ان انت ما تقدر تتحكم بنوايا الاشخاص ما تقدر تتحكم فيه هنا طاقة برج الاسد هي طاقة التحكم الشخص يروض الاسد من اجل ان يتحكم فيه ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي ادركت انه ما تقدر تتحكم فيهم فراح تتقبلهم على طبيعتهم سواء الظاهر منهم وايضا الباطن من نيتهم طاقة جدا جميلة طاقة تقبل الواقع و اظل اركز في نفسي اظل وان كنت عندي الكثير من المسئوليات المادية انا عارف ان الاموال القادمة في طريقي رح تساعدني رح تأتيك مساعدة ما رح تظل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك رح تكون الاموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا العشرة هي دائما النهايات وصلنا الى رقم النطوج ومستعدين الى البدايات الجميلة الجديدة رح ننتقل الى القراءة العاطفية طبعا هذ القراءة العاطفية رح تكون عامة مش مخصصة مثلا لمرتبطين او منفصلين واتمنى اني اثوي لكم ان شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه رح ننظر هنا بشكل عام الى وضعك العاطفية برج الجدي هل هو كما وضعك العملي فيه نمو فيه تطور فيه تقبل وانكشاف الحقائق اول كرت العالم اما انت او الشريك هذا الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا انت حتى ولكن فيه رغبة هنا للسفر رغبة قوية طبعا كرت العالم يتكلم دائما عن ان احنا نختم مرحلة معينة بنجاح وفيه اربعة الابراج الرئيسية برج الثور برج الاسد برج العقرب رمزهني النسر ولكن هذا هو برج العقرب وهذا برج الدلو احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية اللي بعدها عشرة السيوف شريكك مش انه استسلم او انه متمسك يحتاج الى مثل العطلة عطلة يفكر فيها عطلة مخطط انه يبتعد من اجل ان شوي يرتاح او يكتشف كانما لان اشوف اهني هذا الشخص حاول ان يتفاهم معاك يتواصل معاك ولكن ما وصلت الى نقطة التقاء في وجهات النظر ثلاثة السيوف مرة اخرى في مصاعب في طرف ثالث من جانبك او من جانبه هو اللي مسبب هذا الالم الالم او هذا النوع من النهاية فما بقولك هنا النهاية لان قلتلك هذا نختم مرحلة معينة نختم مرحلة الالم وعدم التفاهم مش معناه انه ما في طريق لك في المستقبل معاها هذا الشخص ملك الارض هذه هي طاقتك اشوفك هني كأنما عندك شوي نوع من اهو لافقة ولا انه حتى تمني عندك احساس داخلي قوي اذا كان موجود هو صحيح اذا ما كان موجود فانتبه لهذا الاحساس عندك احساس ان هذا الشخص مهما ابتعد مهما انفصلته مهما انهى الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة ولكن سيرجعلك في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل الى بلدان عديدة انت على باله مجرد يريد شوي ان يأخذ متنفس خلا نقول ورح يرجعلك وانت واثق اني اشوفك تضحك تعرف انه بينك وبينه فيه فيه تواصل غريب عجيب انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ما كان فيه بينكم تواصل حالي اربع الاغصن هل قاعد تخطط للارتباط او تحاول ان تراضي اذا انت كنت الرجل فاتطاقة لك انه تحاول تراضي الشريك عن طريق ان تفتح موضوع الالتزام الارتباط الزواج نفسه اذا كنت انت الجدي المرأة فاشوفه هني طاقتك الطاقة تقولك ان هذا الشخص مهما ابتعد عندك طير عندك شخص يحب الحرية عندك شخص يحب انه اي نوع يتجدد ما يظل مستقر انت هني عندك طاقة الاستقرار ابقى في مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر اوكي ومشغول في نفسه حاليا ولكن اعرف انه الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة له انت تجذبه تجذبه وشلون تجذبه هذا الشخص عن طريق استقرارك طاقة الدفء طاقة الحنان طاقة اللي انا رح اظل موجود من اجلك وما رح اصدك يوم من الايام لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا طلب اللي يعطينا الغالي والرخيص عرفت؟ فعطائك اللي محدود هو اللي رح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك انزين؟ من اجل انه في النهاية دائما رح يرجع لك انه هني اشوف الطاقة والجديش قلتلك انت اللي تتحمل العب عندما يفشل الاخرون في حملة فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله رح يكتشف هذا الشي بطريقة الخاصة ما حد يقدر يتحمله غيرك انت رح في النهاية يتذكرك تجي على باله ويرجعلك رح حين نوضح الكرتات هذا الكرت الامبراطورة ممكن انك تتعامل مع ميزان ايضا هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل اللي تتعامل معه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل دائما يعتقد ان عندما يرحل رح يلاقي شخص افضل علاقة افضل زواج افضل عطاء افضل على الجانب الاخر ولكن رح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة هذا الكرت ايضا انقلب فارس الارض كأنما ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس اذا انت الجدي المرأة فالشريك رح يكون مستحي من تصرفات الماضية معاك السابقة ورح شوية شوية يحاول ان يتقرب منك بحذر من دون ان تحس حتى بخطوات تجاهك انت كنت الجدي الرجل فكأنما انت هني احس ان شريكك هو اللي وضع رجلة على الارض وقال لك اذا الامور مرح تمشي حسب تقديري حسب مزاجي حسب اللي مفروض ما ترشلون هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقة الخاصة اذا الامور مرح تمشي بطريقة الخاصة لان انت يا برج الجدي نعم تملك الكثير وعندك استقرار ولكن ما تعطيني كفاية وقت جهد ما تعطيني كفاية اما تصير الامور حسب مزاجي اما اني هذا الشخص يقولك رح ابتعد خلنا نشوف ثلاثة سيور عشرة الاكواب اشوف ان اللي بينكم زعل زعل ومختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم الاكواب هي طاقة المشاعر اهني لما اشوف الاكواب مصفوفين كلهم فوق معناته مسمى العلاقة عندكم اختلاف على اجراءات العلاقة حتى يعني لو كنتوا حتى متزوجين تختلفون على اشياء تفاصيل خصوصا شركك دقق فيها وهذا تكون سبب الزعل والانفصال والمشاكل مثلا اذا انتوا في علاقة هذا الشخص ياخذ كلامك بحذافيرة لو قلت له مثلا احنا اصدقاء يزعل ممكن ايضا للعكس هذا الشخص هو اللي يقولك احنا اصدقاء انا لا اريد الارتباط انا اريد ان ارحل اصافر اعكس الطاقة ولكن هنا اشوف مسمى تختلفون على شلون تسمون الاشياء شنو نوعية العلاقة شنو نوعية عطائك انت له او عطاء حتى هو لك اذا كان هو الرجل خلا نشوف كرت ملك الارض الكوب الاول هذا الشخص يشوف ان انت مثل ما قلت لك عندك القدرة على العطاء ناضج تملك الاموال ملك الارض عندك الاستقرار وتقدر تعطيه ولكن ما يحس ان انت انت هنا قاعد تعطيه حب مشاعر هذا الشخص يقول لك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي طاقة الماء ما تنمسك في اليد ابي شي ثابت مستقر ابي كلمة ابي وعد ابي انك فعلا تقدم لخطبتي ابي تثبتلي ان انت تحبني بطريقة جادة نتزوج نرتبط تبتدي تسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق تعاملني كشريكة تعاملني كشريك ما تخبي عني الامور تشركني في حياتك هني نتكلم عن الشراكة نفسها شلون قاعدة تصير هذا هو سبب الاختلاف ولكن من اللي ما قلت لك هذا الشخص احس انه مهما بتعده عن بعض في النهاية بينكم طريق وان كان في المستقبل اخر الكرت هذا الكرت سقط هذا الكرت طبعا بدون اسم هني تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت توأم الروح ولكن العدد الطيور اللي موجود فوق سبعة سبعة هو رقم الانتظار مثل ما قلت لك بينكم طريق في المستقبل بينكم قصتكم هني لم تنتهي لم تنتهي لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا توكم في بداية الطريق اشوف انها بسرعة ابتدت علاقتكم بسرعة انجذبتوا لبعض ولكن من دخلتوا في العلاقة بسرعة ايضا تكركبت الامور صار في اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم واحد مثلا يقول للثاني انت ما تتصلي كفاية انت ما تهتم كفاية انت ما حسك جاد معاي كفاية انت جاد في الحياة جاد في الاموال ولكن مش جاد معاي اهني في النهاية في التقاء في طريق ولكن عندنا سبعة سبعة معنات ان الامور رح تأخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك براءة جدا جميلة يا برج الجدي خلا نشوف ما هي الاقبار القادمة في طريقك مثل نتائج الفحوصات مقدم على قرض مقدم على مشروع تطلب الحصول على تأشيرة من اجل الهجرة خلينا نشوف اول كات ملكة السيوف دلو ميزان جوزاء تسعة السيوف ثمانية الاكواب الخماسيين الخماسيين ملكة الاكواب ملكة الاكواب ملكة الاكواب انزين او حتى الشخص اللي قاعد تحاول ان تحصل منه على الموافقة هو شخص ظاهرة جاف ولكن داخله انسان مخذول انسان مخذول هنا يقولك انت اللي لازم تاخد طاقة ملك الاكواب انت اللي لازم تستوعب هنا يقولك لا تحكم على الشخص بمظهرة انت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل يعني مثلا لو قدمت على طلب الاستمارة نفسها طويلة الاشتراطات نفسها معقدة ولكن اذا جيت تنفذها رح تلاقي انها سهلة اذا جيت تقدمها رح تلاقي فيه تعاون رح تلاقي فيه تعاون الامور ليست كما تظن الامور اسهل مما تظن من ناحية الامور اللي تحاول ان تقدم عليها نعم فيه الكثير من الاشتراطات لدرجة انك هنا قاعد يتفكر في الاستسلام ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما ينفع يساوي كذي ما ينفع يساوي كذي ولكن يقولك لا عليك فقط ان تبتدي تاخذ تجرب حتى على الاقل تجرب تجرب من اجل التسلية لا تاخذ الموضوع جد فقط تجرب انك تقدم او تقبل على هذا الشي اللي ان تريد ان تحققها اقبل عليه النتيجة رح تكون او الحل لمشكلتك الرد على طلبك رح يكون جدا اسهل مما تتصور هنا عندنا الملكة الشكاكة ننزل تعتقد ان هذا الشخص هؤلاء الجهة رح يطلبون منك الكثير نعم ولكن اثناء المعاملات نفسها رح تكتشف انه في طاقة تعاون من جهتهم وان كانوا هني شكلهم جاف في تعاون من جهتهم هني كأنما يملكون سمعة سيئة ولكن بالعكس لما تتعامل معهم رح تلاقي انه في تعاون من جانبهم وفي حتى استثناءات رح يسوونها من اجلك انت معاهم بغض النظر هم شلون يتصرفون مع الناس الاخرين ولكن معاك انت بالذات رح يكون تعاملهم جدا مرن ومريح خلا تشوف ما هي الرسالة التحبيرية لك او التنبيهية خلال شهر يونيو وشهر ستة هذه الكرت ضر المتل كينغ عشرة تكررت عندك العشرة وهي النهايات تختم مرحلة معينة بنجاح وصلنا الى نهاية مرحلة سواء كانت صعبة او جميلة غض النظر وصلنا الى ختام مثل كينك هو ملك المعادن هو تقريبا مثل هو خليط من ملكة السيوف وايضا ملك السيوف ملك المعادن يتكلم لك عن الديسبلن الديسبلن بالعربي هو الانضباط ارمر الدرع اللي يلبسها وباوندريز الحدود شوف ان هذه رسالة عاطفية لك اكثر من انها عملية هؤلاء الاشخاص الشريك اللي تتعامل معه شوفنا احنا من شوي انه عنده كارت الرغبة في السفر الرغبة في ان يغير شويه من من جو الاختلاف اللي بينكم عنده رغبنا يسافر من اجل عطلة او يرحل شويه مؤقتا وجود هذا الملك هذا الملك يشابه طاقة ملكة السيوف اكثر ملك المعادن ملك عندما يقرر شيء ما يحب ان اي احد يقف في وجهه او طريقة ولو جرب احد يقف في وجهه شوف منظره جاف لو جرب احد يقف في وجهه راح يقطع بالسيف فان يشوف شنو طاقة لك النصيحة ان تاخذ طاقة المياه طاقة الانسيابية الامتصاص تمتص الغضب تمتص الجروح تمتص الألم من هذا الشخص تحتذر ايضا طاقة الاعتذار ولكن هذا الشخص يشوفه اللي في بالك خصوصا اذا كنتم متباعدين او زعلانين لحد الان يشتاق لك دائما الشخص الجاف ترى لازم تعرف انه ما صار جافي لانه داخله قلب جدا حنون وطيب وانخذل كثيرا ولكن هذا الشخص يفكر فيك كثيرا وانت تطري على باله ولكن لحد الان مش مستعد للرجوع الى العلاقة وان يعطيك فرصة ثانية فكأنما النصيحة لك ان لا تستعجل في رجوعك خلال هذا الشهر لا تنسلنا طلع لنا هني من شوي فارس الارض وهو الفارس البطيء الفارس الحذر اللي يرجع بحذر وبهدوء حتى الشريك ما يحس انه رجع لحياته هذه هي النصيحة التحذيرية لك وراح اسحب لك طاقة الحيوان اللي راح تحتاجها خلال شهر يونيون بوترفلاي الكثير من الطاقة الهوائية بوترفلاي عنصرها الفراشة عنصرها هوائي مثل ما قلت لك النصيحة اللي تحتاجها الطاقة هي طاقة الانتقال الفراشة تمر بمراحل كثيرة مراحل كثيرة ولكن كل مرحلة ما تطول معها هوايد كأنما هنا يقول لك انت لازم شوية في الوقت الحالي نعم ما تقترب من الشريك ما تقترب من الاشخاص اللي مستعدين على طول انه يسحبون السيف عليك تكون حذر حذر ولكن في نفس الوقت لازم تلهي نفسك لان اذا ما الهيت نفسك امور ثانية لحظل اتفكر في هذا الشخص اشوفه جدا ممكن يكون برج هوائي هنا عندنا الطاقة المائية عقرب حود سرطان وعندنا ايضا طاقة الابراج الهوائية ميزان جوزاء ودلو لازم انت ايضا تشتت نفسك ليش؟ لان اذا طاقة حتى في التخاطر دائما تفكر فيه ما قاعد تعطيه الحيز الكافي ان يتشافه ويتعافه ويكون مستعد عشان يرجع مستعد ينسى الماضي ينسى الألم ينسى عدم التفاهم اللي صار بينك لازم تعطيه حيزة واذا كان هذا يخص معاملات رسمية فهذا الشخص قلت لك رح يساعدك خذ منه الأمور اللي تحتاجها في المعاملات الرسمية خليه تعاون معاك اسمح له ولكن لا تطيل معا الحديث لا تطيل معا التعمق في العلاقة لا تتعمق مع الأشخاص اللي بينك وبينهم معاملات رسمية في الفترة القادمة هذه هي الطاقة اللي تحتاجها عزيزي برج الجدي هذه كانت قراءتك الجميلة قراءة شهر يونيو أتمنى اللي كنت توفي وشكرا ترجمة نانسي قنقر